طيب أمر انت زي ما كنت بتتكلم قديم حمد صلاح كلعيب من أفضل أو أفضل لايب في العالم إزاي كان بيشتغل على نفسه كمان على مستوى المدير الفني على مستوى المدير الفني ما بقاش وبقى للصف اللي شغال مع المدير الفني أعتقد عامل مهم جدا جدا فيه نجاح المدير الفني من العوامل ديت لو كلمنا وعارفين كلنا دور مثلا المعد البدني بنتكلم على دور المعد النفسي لكن كمان فيه دور مهم جدا بيقوم بيه محلل الأداء محلل الأداء يمكن ناس خلال الخمس سنين اللي فاتوا سمعوا عن محلل الأداء عايزين نعرف هو بيعمل ايه بالزبط هل هو ليه يعني جزء كبير من خطة المدربين هل يتفاعل مع المدربين بشكل إيجابي إزاي دور المحلل الفني بيكون دور إيجابي جدا جدا يعني في المجموعة أو الاصطف للمدير الفني علشان كده خلال سكايب معانا طبعا الاركو الروسي ده طبعا الإيطالي هو المحلل الفني للمنتخب الألباني بنرحب بيك معانا على شاشة قناة النادي الأهلي مساء الخير مساء الخير على الجميع ومساء الخير لجماهير النادي الأهلي وشكرا لكم لتوجيه الدعوة وفقرة لي الزهور على قناة الأهلي طبعا كنت بتكلم في نقطة مهمة جدا هو التحليل الفني دلوقتي زي ما بديتكلم كل المدربين على المستوى الطوب ليبل أكيد عندهم استف على المستوى البدني على المستوى النفسي لكن كمان على المستوى وتحليل التحليل الفني عايزين نعرف أو الناس تعرف بالضبط إيه هو الدور اللي بيقوم به المحلل الفني لخدمة الفريق وخدمة المدير الفني المحلل الفني هو الشخص الذي يشاهد المباراة ويطابع المباراة عن كرب ويقوم بكتابة كل كبيرة وصغيرة خلال أحداث المباراة وهو المسؤول عن جميع الفنيات خلال المباراة ويقوم بطرحها مع المدير الفني خلال الشوطة الأول في الاستراحة وهو ما يمكن تعديل خلال المباراة وهو دور لا يقل أهمية عن دور المدير الفني وقد ترى أن الدورين متشابهين المدير الفني والمحل الفني التحليل الفني له رؤية خاصة وله عوامل هامة جدا تساعد المدير الفني وتساعد الفريق على النطق وتساعد الفريق على خلق أشياء مفاجئة للخسم وهذا هو دور المحلل الفني أن يبتكر أشياء جديدة وأن يبتكر خطط لعب جميع وأن يقوم بعرض هذا العمل مع المدير الفني تكلمت على دوره أثناء المباراة أنه يتابع المباراة بشكل كبير جدا من خلال وجوده في الملعب وما بين الشوطين يدي بعض الملحوظات للمدير الفني لتصحيح الأخطاء بشكل أو بأخر لكن دوره ما قبل المباراة دوره في إعداد الفريق للمباراة اللي جاية من خلال أداء الفني أو دراسة الخصم بشكل أو بآخر الشيء الهام أن المحلل الفني يجب أن يتحدث نفس لغة المدير الفني لأن عامل اللغة عامة هاما جدا والتواصل مع المدير الفني وهذا الشيء يجب أن يكون في الاعتبار أي نادي يريد أن يتعاقد مع محلل الفني يجب أن تكون نفس اللغة التي يتحدثها المدير الفني من أجل أن يكون هناك استراتيجية ويكون هناك لغة التواصل ويفهمون بعضهم البعض لكن تجهيز المباراة هذا الشيء نهم أشكرك على طرح هذا السؤال بعد كل مباراة نحن نخرج بالعديد الخطط الذي قد تم وضعها وقراءة الخصم الآخر ونجلس فيه غرفة أنا والمدير الفني فقط إذا سمح لي بهذا لأن هناك بعض المديرين الفنيين الذين يرفضون تدخل المحلل الفني والمحلل الفني يكون مفروضا من جانب الإدارة لكن الآن أصبح المدير الفني يتحدث إلينا ويأخذ رأينا باعتبرنا جزء هام من الجهاز الفني لكن التحضير قبل المباراة هو أهم شيء وأهم من خلال المباراة لأن قبل المباراة يجب أن نقرأ الخصم جيدا نضع عيوننا على نقاط القوة ونقاط الضعف يجب أن نضع في الاعتبار إذا كان هناك تغيير للخطة أثناء المباراة واجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو عايزة أسأله في نقطة مهمة جدا هل من وظائف أو من واجبات المحلل الأداء أو المحلل الفني أنه ممكن يتكلم مع المدرب في وضع خطة معينة يعني نتكلم على الفورميشن نفسه هل ممكن يطرح على المدير الفني لا من الأنسب المباراة اللي جاية نلعب بثلاثة أربعة ثلاثة أو تغيير طريقة اللعب هل ده وارد فيه خلال مناقشته مع المدير الفني داخل الغرفة المغلقة اللي بيتكلم عليها هل ده وارد وهل فيه مديرين فنيين بيسمحوا في هذا أو بيستجيبوا في هذا؟ في بداية الأمر أنا أعمل مع أحد أفضل المدربين في العالم مدرب منتخب ألبانيا وهو مدرب شغوف ولدي تاريخ خبير في كرة القدم يجب أن أشكره من خلال قناة الأهلي لأن لديه عقلية ومنتالة خاصة يسمح للجميع أن يعطي رأيه ويبدو رأيه لأننا نعمل في منظومة واحدة وعمل واحد النجاح عندما ننجح سننجح سويا وعندما نفشل سنفشل سويا لكن للعودة إلى سؤالك نعم المدير الفني يعطي رأيه فرصة أتحدث معه دائما وإذا لم يتحدث معي المدير الفني لماذا أنا يتم جادة على الاحتياط جميع الاسطاف يجب أن يتحدث مع المدير الفني ومدير الفني يجب أن يتحدث مع المحلل الفني يتحدث مع الطبيب الخاص باللعبين يتحدث مع الجهاز الفني مع المدرب المساعد لكن أنت تتحدث بشيء هام وأن هناك بعض المديرين الفنيين يرفضون تدخل المحلل الفني في الموضوع ويرفضون التدخل في الخطة ويصر على إبداء رأيه لكن أنا أعمل مع مدرب رائع يعطي ري الفرصة دائما ويحدث دائما ونضع خطة المباراة ونضع أكثر من سيناريو أنت تتابع البانيا وتابع البانيا المباراة القادمة في وينبلي أمام إنجلترا سوف تشاهد منتخب مختلف نحن الآن المركز الثاني في التصفيات ونستعد على عمل كبير لكن المدرب الفني المدير الفني والمحلل الفني هم نفس الجزء ونفس الوظيفة ويجب أن يتعاونوا فرميامو أليه ريكو صحيح يعني فيه سؤال كمان بالنسبة للناس بتسأل يعني المحلل الفني هل بيكون عنده دراسات خاصة بينضم لبعض الأكاديميات أو ضع الدراسات لازم يمر بكورس مكتف لأن تجميع الداتا دي تجميع صعب جدا وطبعا دلوقتي التكنولوجي في كرة القدم أعتقد في مرحلة جيدة جدا بتساعد المدير الفني وتساعد كمان محلل الأداء إيه هي الشروط اللي تتوافر أو لازم أنها تتوافر في المدير أو يعني المحلل الفني أو محلل الأداء نتحدث عن إنجلترا باعتبارها أم كرة القدم والأمور كيف تسير في إنجلترا لأن المدير الفني أو المحلل الفني في إنجلترا كثيرة جدا في ألبانيا نفس الكلام ونفس الشيء لكن إذا كنت تريد أن تصبح محلل فني يجب أن لا تشاهد التلفاز يجب أن تذهب إلى ملاعب كرة القدم وتشاهد من قرب تشاهد تحركات جميع المراكز في هذه الأيام كسر عدد المحللين الفنيين وكل من يشاهد مباراة يتحدث عن نفسه كثيرا ويقول أنا محلل ويطلع يتحدث في أمور كبيرة هذه دراسة ودراسة كبيرة جدا وتدرس الآن في الأكاديميات ليس شرط أن تأخذ كرسى في هذا الشيء لكن إذا أردت أن تصبح محلل فني عظيم يجب أن تذهب لجميع المباراة درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة يجب أن تشاهد عن قرب يجب أن تسمح لنصائح مديرين فنيين سابقين لأن هؤلاء سيصاعدونك بشكل كبير في عملية النطق كيف تصبح محلل يجب أن تتحدث مع آخر مدير فني للفريق إذا تحدثت عن مباراة إنجلترا القادمة وألبانيا أتحدث مع مدير الفني الألباني وأخذ رأي صحيح آخر سؤال قبل أن نختم معك عايزين نعرف هل من الأفضل يكون لعب كرة سابق أو هذه المهنة أو هذه الوظيفة المحلل الفني لا يتأثر إذا كان لعب كرة سابق أو ممارسة كرة القدم ليس شرط ليس شرط أن تكون لعب كرة قدم ستصبح محلل فني سابقا وتحدثت في زلك الأمر هي دراسة ودراسة كبيرة وعبارة عن أرقام وإحصائيات ومراكز هناك تكنولوجيا أيضا تتدخل في الموضوع وأجهزة تتدخل في الموضوع في التدريبات نضع بعض الأجهزة في أجساد اللاعبين من أجل أيضا تحليل بعض الأشياء كسرعة اللاعب ولجهة البدني لكن ليس شرط أن تكون لعب كرة قدم كبير تقوم بوظيفة المحلل الفني هو عمل كبير جدا عمل لدي العديد من الشغف والحب الشيء ولذلك أنا أستمتع عندما أقوم بتحليل ذلك الشيء شيء آخر قبل الختام المحلل الفني في المباراة يجب أن لا يتدخل خلال المباراة طبعا الجزء مهم جدا لتكلم فيها طبعا وقل له إن شاء الله هنتابع المباراة اللي جايها ألبانيا وانجرترا ونشوف أداء المنتخب الألباني نتمنى لك كل التوفيق المترجم للقناة